موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا داهم القحطاني أحييكم في حلقة جديدة من برامج خليج العرب يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس من كل عام ويأتي اتفال هذا العام مختلفا حيث يسعى المهتمون بالإغاثة والمساعدات الدولية في احتفالات 2023 لإظهار الالتزام الراسخ بتقديم العون للمجتمعات والبشرية حيث ما كانت وتقديم الخدمة لها من دون أي شروط تحت الشعار مهما كان وبحسب إحصاءات لممتحدة نشرة العام الماضي يوجد نحو 235 مليون شخصا في حاجة للمساعدات الإنسانية والحماية حيث وصل معدل المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى شخص واحد من بين كل 33 شخصا حول العالم بعد أن كان المعدل واحد إلى كل 45 شخصا في عام 2020 وتعتبر منطقة الخليج العربي أفرادا وحكومات رائدة في العمل الإغاثي والإنساني ما يجعلها مثالا يحتذى على مستوى المنطقة والعالم للحديث عن هذا الموضوع لتسليط الضوء على العمل العربي والخليجي في الحقل الإغاثي والإنساني يسعدنا أن تكون معنا في الستيديو الشيخة حصة بنت خليثة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإغاثي الإنسانية والدكتور عبد الفتاح محمد استاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليثة نتابع الحوار ولكن بعد هذا التقرير التاسع عشر من أغسطس اليوم العالمي للعمل الإنساني تاريخ اختارته الأمم المتحدة ليكون مناسبة للاعتراف بالجهود الكبيرة التي يقوم بها أولئك الجنود المجهولون العاملون في سبيل خدمة المعذبين والمقهورين والضعفاء من بني البشر ويأتي الاحتفال هذا العام متزامنا مع الذكرى العشرين لاغتيال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا ديميلو وواحد وعشرين من زملائه في تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد في العام الفين وثلاثة والواقع أن المنخرطين في مجال العمل الإنساني يواجهون مشاكل ومخاطر كثيرة فمنهم من يفقدون حياتهم ومنهم من يصابون بإعاقات دائمة خلال قيامهم بخدمة الناس والملاحظ أن المخاطر التي تواجههم تتزايد بدءا من الرمي بالرصاص مرورا بالخطف وانتهاءا بالتفجيرات وأعمال العنف المختلفة واقع يواجهه المنخرطون في العمل الإنساني برغم أنهم لا هدف لهم سوى إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة وتقديم المساعدة والوقوف إلى جانب المجتمعات التي يخدمونها وعليه يدل إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني على التأكيد على الاستمرار في مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم وخصوصا في ظل الكوارث الطبيعية والحروب وما شابه بالإضافة إلى كونه إشادة بجهود الذين يقدمون المساعدة والعون لإخوانهم في ظل ظروف قاسية ومخاطر جمة تهدد حياتهم وسلامتهم وتعتبر دول الخليج من الدول الرائدة في العالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي وقد وصلت إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم بما يجعلها مثالا يحتذا به على المستوى الدولي شيخة حصة الثاني حياة شاء الله من جديد في برنامج خليجي العرب يليت تسلطين الضوء على دوريش كمبعوت خاص للأمير العام جامع الدول العربية في مواجهة المآسي الإنسانية وتقديم الحلول لها أولا أحب أشكركم على هذه الاستضافة والاحتمام بمناسبة مثل هذه بالنسبة لدوري كمبعوث هو قرار التعيين ينبثق منه مهام رئيسية وهي زيارات الميدانية للمناطق التي فيها الأوضاع الإنسانية المتضررة إجراء الدراسات والبحوث عن الأوضاع الإنسانية في المنطقة تقديم التقارير في شكل بيانات أو كلمات أمام المجالس الوزارية المختصة للجامعة والتشبيك وبناء العلاقات والشراكات مع المنظمات على كل المستويات الدولية الإقليمية المحلية المهمة الأخيرة هي الجامعة تسعة لها أصلا ومن خلال دوري كمبعوث ومن خلال ركيزتين أساسيتين أعتمدهم بشغلي وهو رفع الوعي والدعم والمناصرة بحيث نحاول نخلي الدعم بدل ما يكون ثنائي يكون متعدد الأطراف لأن الجامعة تعاني من هذا الشيء نعم طيب وبالنسبة لتطور العمل الإنساني نحن نرى بالفترة الأخيرة في آخر عشر سنوات المآسة الإنسانية أكثرت النزاعات والحروب المآسة الإنسانية المرتبطة يتغير الظروف الجوية والمناخ كيف تتحدثون طريقة عملكم مع كل أزمة تنبعي؟ أعتقد بالنسبة لنا بالنسبة للجامعة مثل أي مؤسسة أخرى مثل أي منظمة أو مؤسسة أو جمعية تشتغل في هذا المجال وفي كل المجالات لا بد أن تكون متابع لكل المعلومات والإحصاءات التي تجد على الساحة ولذلك الجامعة في نفس المنهاج في نفس السياق تعمل كذلك يعني كلما جدت أمور نحاول أن نتابعها من خلال أن ماذا يمكن من خلال الأدوار المختلفة أو العمل الإنساني بأشكاله داخل الجامعة أن يقدم فالمسألة مثل ما تفضلت ليس سهلة خاصة أننا نواجه الآن مشكلة مشكلة ليس اللاجئين بس ولكن النازحين داخل بلدانهم ومثل ما عرفنا من آخر الإحصاءات يمكن دكتور عبد الفتاح يقدر يصححني أن النازحين عددهم في المنطقة فاق اللاجئين أو تعداهم فالمهمة ليس على الجامعة فقط ولكن على كل المنظمات المعنية والحكومات كدول أعضاء في جامعة الدول العربية لأنها تقوم بالدعم بالدرجة الأولى نعم دكتور عبد الفتاح محمد حياك الله من جديد طبعا فيه ارتباط بين النزاعات والعمل الإنساني إذا زادت النزاعات زادت الحاجة إلى القيام بمزيد من العمال الإنسانية وجامعة الدول العربية لها دور مهم في مواجهة هذه النزاعات بشكل مباشر باعتقادك هل حجم النزاعات في الوطن العربي أصبح يفوق قدرة جامعة العربية أو حتى المؤسسات الأخرى في تخفيف من آثار الإنسانية شكرا لك أستاذ داهم على الاستضافة وأشكر تلفزيون العربية أيضا على الاهتمام بالموضوعات الإنسانية في مثل هذه المناسبة مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الحقيقة النزاعات اليوم سواء كانت لدينا هنا في المنطقة أو حتى خارج المنطقة أصبحت تفوق ليس فقط قدرات الجامعة العربية بل قدرات الأمم المتحدة لا تستطيع الأمم المتحدة اليوم أن تنهي نزاعا مثل روسيا وأوكرانيا فضلا عن نزاع مثلا الحالي في السودان أو نزاعات أخرى في اليمن وفي سوريا وفي غيرها من المناطق النزاعات الآن أصبحت تتحدى الجهود الدولية مجتمعة ولذلك فعلا النزاعات التي حدثت في المنطقة العربية كانت فعلا فوق قدرة وطاقة الدول العربية والجامعة العربية حتى نتحدث بصراحة سواء في آثارها ونتائجها مثل ما ذكرت سعاد الشيخة أعداد النازحين وأعداد اللاجئين والمآسي المترتبة على هذه النزاعات ثم كيف يتم معالجتها؟ بالنهاية في نهاية اليوم هناك حالات إنسانية تتطلب مواجهة مباشرة بغض النظر إذا كان عندنا إمكانية أو لا شون التعامل إياها؟ نعم العمل الإنساني لا يمكن أن يحل نزاع الحل يأتي من الجانب السياسي دائما النزاعات حلولها تنتهي بالتوصل إلى حلول سياسية يعني يمكن أن تنهي حالة النزاع وحالة العنف الذي يحصل في أي بلد كان العمل الإنساني يحاول أن يخفف بالوصول إلى الذين تضرروا من هذه النزاعات وتخفيف التحديات التي يواجهونها سواء تحدي التشرد أو تحدي عدم وجود مأوى أو مكان أو غذاء أو أي مواد صحية وغير ذلك فسيبقى العمل الإنساني في دوره أنه مرتبط بتقديم المساعدة الإنسانية بشكل رئيسي طبعا يجب أن نشير هنا إلى أن دول الخليج بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية دولة قطر الإمارات العربية المتحدة الكويت تعتبر من السباقين في تقديم المساعدة الإنسانية وأيضا لها أدوار في الوساطة لإنهاء النزاعات السياسية شيخة حصة أنت بالإضافة إلى عملتك في المؤتمرات وتقديم التغرير أنت تقميم زيارات ميدانية وتشاهدين المآسف بأم عينك يليت تنقلينها إلى هذه الصورة يمكن أن ربما وساء الإعلام لا تسلط عليها الضوء بالقدر الكافي لذلك لازم تسلطون الضوء نعم الزيارات الميدانية أنا بالنسبة لي هي مصدر الإلهام يعني من خلال الزيارات الميدانية أنا تعلمت أمور كثيرة وعرفت أن فيه جوانب في برنامج العمل عندي لازم أطورها أعدلها حسب اللي أنا شايفته الحمد لله يعني صار عندي فرص ليمكن 2019 حاولت حتى أيام الكورونا أن أعمل شيء بيرتوال كزيارة ميدانية ما نجاحنا كثير لكن إن شاء الله يكون فيه مجال في الفترة اللي إحنا فيها الزيارات الميدانية ساعدتني أنا وفريقي واللي يشتغلوا معانا على أن نحن نشتغل على مبادرة اسمها الرياضة والسلام اللي ساندتها دولة قطر من خلال أكاديمية أسباير وفيه برنامجها الإقليمي والدولي واحتضنت فريق اسمها ونفسهم حلم سوري جاءوا الدوحة وتدربها وبعدين رجعوا واكتسبوا وما زال هناك منهم من استفاد حتى على المستوى العالمي فيه طبعا الصورة الأخرى اللي هي للأسف كل ما ترددت على المخيم مثلا أنا مخيم الزعتري كنت أشوف لا بد أن الناس ما تركز عليه بس وتروح للمخيمات الأخرى لأنها تعاني أكثر من الزعتري الأزرق وغيره ولكن اكتشافت من التردد على الزعتري أن هناك مشاكل كل مرة نكتشفها بشكل أوضح أو أكثر بمعنى أن هناك حاجة كبيرة لما نشتغل ميدانيا نقوم بمسح شامل وواضح عليه يقام التقييم من أجل أن أحدث لما يمكن أن يلبي احتياجات هذه الناس اشتغلنا على التعليم أيضا بسبب اللي شفناه في المخيمات مبادرة اسمها التعليم من أجل العودة بسبب الأطفال السوريين كانوا يلفتون نظري كل مرة نروح مكان وحتى فيه بنات شابات كلهم يتكلمون عن أننا نتعلم عشان لما نرجع سوريا فالطموح عنده أنه هو عشان يرجع بلده رح يشتغل وربطناها بإعادة الإعمار ولكن لما تطورت الأمور بصراحة وطال الأجل على اللاجئين واصبح لجوء طويل الأمد حولناها ناحية بناء السلام هذا الموضوع يمكن دكتور عبد الفتاح عرفي أكثر مني ما خليناها أنها بس في العودة لا أنت تقدر حتى وانت موجود هنا تشتغل على بناء السلام من خلال التعليم وغيرها دكتور عبد الفتاح كما صلتت شيخ الضوء القضية ليست فقط في الذهنية العامة فقط تقديم المساعدات بل بناء الإنسان وجعله يستعد لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات حتى هو أنطالت باعتقادك شين الإشكالية؟ نحن نتكلم عن وطننا العربي ونزاعات كثيرة للأسف في العشر سنة الأخيرة شين الإشكالية والتحدي الكبير الذي يواجه العمل الإنساني؟ هل مثلا قضية تعزيز الموازنات؟ هل الكوادر البشرية وضرورة حمايتها في مناطق النزاعات؟ أعتقد أن النزاعات التي حدثت في المنطقة العربية أفرزت تحديات كثيرة منها التي ذكرناه تحدي اللجوء وتحدي النزوح وكذلك ما أشارت إليه سعد الشيخة موضوع أنه لا يوجد تعليم كافي في المخيمات لذلك قاموا بعمل ودور في هذا المجال دور كبير ما شاء الله يشكرون عليه كذلك لديك مسائل الصحة في فترة كوفيد-19 الكثير من مخيمات اللجوء واجهت تحديات غير عادية كذلك مع تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة أو الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة في فترات الشتاء يواجه اللاجئون تحديات كبيرة وآخرها أيضا وليس أقلها الزلازل التي حدثت في شمال سوريا وكيف واجهها ذلك المجتمع في حالة أنه تهدمت البيوت التي يسكنون فيها وكذلك المرافق الصحية وأصبح هناك صعوبة في الوصول إليهم لإغاثتهم وإنقاذهم فالتحديات هنا ليست نوعا واحدا هي تحديات متعددة أشارت الشيقي إلى قضية مهمة أنه حتى لو اللاجئون في حالة مخيم يعيشون في مخيمات معينة قد لا تتوفر هذه المخيمات على الحياة الكريمة أو قد لا يتوفر معها فرص عمل وعيش كريم لأنه لا ينبغي أن ينتظر فقط يد تساعده هو يريد أيضا أن يعمل وهو يريد أن يؤمن مستقبل لأولاده بالدراسة وأيضا باكتساب مهنة معين كل هذه القضايا يجب أن تكون قضايا أولوية وقضايا في أساس الحماية لهذه الكرامة الإنسانية في فترة هذه الإقامة نعم شيخ حصة طبعا المرأة العربية لها دور وانت زرت بخيامات كثيرة وكيد طلعت على دور المرأة الأم الزوجة في مواجهة الأسر المنكوبة لهذه الحالات الإنسانية هل لديكم في الجامعة الدول العربية أو في المؤسسات الرديفة التي تعاملنا إياهم يعني مشاريع موجهة للمرأة في مناطق النزاعات طبعا في الجامعة من خلال القطاعات المختلفة والإدارات المعنية أولا في إدارة المرأة كان في إدارة المرأة والطفل الآن أصبح في إدارة للمرأة والطفولة أصبح لها إدارة وبصراحة الشغل على هذا الموضوع كان ومازال قوي نشيط شغلي أنا كمبعوث وفعلا ركزت على المرأة لأن المرأة والطفل في الأوضاع هذه يتعرضون للتهميش أكثر لذلك شغلي صار مع الإدارات المختصة كنا نروح ونزور ونشوف ونحاول نشتغل على هذا الموضوع من خلال الحث على إيجاد فرص عمل مثل ما قال الدكتور عبد الفتاح أحيانا ما تدري إذا هم محتاجين نشتغلون ولا لا ففرص العمل بحيث أنها تناسب طبيعة المرأة والتواجد في هذا المكان وبصراحة من الأشياء الجيدة في عدد من المخيمات أو في واحد من المخيمات بالذات اللي هو الزعتاري وجد شفنا مشاريع حتى مثل اللي هي صالونات النسائية فيها طبعا للرجال فيه أشياء كثيرة ولكن أيضا في هذا الجانب الإيجابي للأسف الجانب السلبي اللي حاولت وغيري حاول ولكن ليس من السهل لأن فيه ناس جات من سوريا وحسب المنطقة اللي جاءوا منها فيه ثقافات تختلف والثقافة اللي هي فيه العائلات تكون جدا متمسكة بعادات وتقاليد صارمة تزويج المرأة مثلا البنت في عمر الخمسة عشر مع أن البنت تكون في سن هي حابة تدرس ولكن لا تسنح لها الفرصة عدم الوعي ليس فقط للمرأة الشباب يتزوجون مسألة ترشيد في الإنجاب غير موجودة رغم أن هذه الزوجين مدركين لأنهم مبعرفين وضعهم لوين أو إلى ماذا سينتهي فالشغل على هذه المجالات لا ينتهي إحنا في الجامعة لما نشوف هذا في الميدان صار فيه في الجامعة مؤتمرات فعاليات ورش عمل ناقشت هذه المواضيع وتم استضافة خبراء ونحطت تقارير وتتم مطالبات من أجل مصلحة هؤلاء النساء والأطفال وغيرهم من خلال المجالس الوزارية نعم دكتور عبد الفتاح النزاعات تتكرر هل هناك طريقة من خلال خبرتك حتى في العمل الدون واسي للاستفادة من هذه المآسي بحيث تكون عامل ضاغط يمنع النشوب الأزمات الجديدة سؤال مهم جدا أستاذ داهم يعني لا شك أنه يعني في تقاليدنا العربية هناك ما يمكن أن نسميه بذاكرة تاريخية عندما يحصل خلاف أو عندما يحصل نزاع أن الناس تلجأ إلى أدوات ووسائط للإصلاح ولحل النزاعات أنا أعتقد أن النزاع شأن يحصل بسبب غرائزنا البشرية بسبب عدم توازن بين ما لدينا وما نريد أن نصل إليه ولأسباب أخرى سواء كان نزاع على الموارد أو على الثروات أو نزاعات حدود وإلى آخره وقد تلعب فيها أطراف خارجية وتؤثر في حدوث مثل هذه النزاعات نحن علينا وأنا باعتباري أكاديمي في جامعة حمدون خليفة نحن علينا أن ننشر ثقافة السلام على مستوى التعليم في المدارس وعلى مستوى الجامعات وأن يكون هناك في كل مؤسسة من المؤسسات آلية لفض النزاع عندما يحدث أي شكل من أشكال النزاع فإذا نشرنا هذه الثقافة على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى الاجتماعي وأصبحت جزء من ثقافتنا نأمل أننا إذا حدث نزاع وسيحدث باعتبار أن النزاعات تحدث لدينا أسلوب وآلية للتحاكم ولفض النزاع شيخ حصة يليت تحدثين عن الآلية العربية الدول العربية الجامعة الدول العربية صار عندها قدرة ذاتية على إدارة العمل الإنساني ربما دون الحاجة أحيانا إلى الأمم المتحدة هل عندك فكرة ممكن تطرحينها في هذا الصدد؟ بس إذا سمحت لي كنت حابة أعقب على اللي قال الدكتور قبل شوي عن موضوع النزاعات والأسباب والتحديات التي لا تنتهي وتكلم عن كوارث الطبيعية فعلا المنطقة والعالم كلها يواجه تغيرات المناخ بشكل صادم حتى يعني كلنا نشوف في المنطقة العربية شلون تواجه هذه المسألة يعني هذه أيضا تدخل ضمن التحديات التي تواجهها المنظمات ويواجهها العاملين في الميدان لذلك اللي عملها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اللي هي منظومة الجراءات الاستباقية هذه ضرورية مش بس للتطبيق من خلال المنظمات أو من خلال الهلال الأحمر ولكن هي يعني مسألة مثل ما قال الدكتور أنها واجب التوعية عنها في كل مستوى صحيح نرجع للسؤال عن الجامعة إذا كان فيه آلية فكرة أن يكون العمل الإنسان العربي ذاتي وليس مضرر يعتمد على المتحدة مثلا نسوي مؤتمر مانحي مستقل مثلا أشرت إلى الحديث بره الهواء طبعا أنا واحدة أشوف أن نحن عندنا الأمكانية عندنا القدرة بأن نعمل ونخطط وننظم من أجل دعم يكون يعني ممنهج من صح التعبير يكون استراتيجي دعم استراتيجي للمانحين حيث حتى المانحين لما يعرفون أن هذا الدعوة اللي مثلا مؤتمر أي فعالية أنا جاي مش عشان أحط مبلغ أو تعهد ولكن أنا رح أشوف إيش اللي رح يعني أقدر أحط وفي وين وشلون بينصرف أو بينفق يعني الأمر خلاص يعني أعتقد أن مسألة أنه مؤتمر مانحين وكلمات وتعهدات ووضع مبالغ وانتهى خلاص ما عادت هذه المسألة أعتقد تفيد وحتى أعتقد آخر مؤتمر بروكسل يعني ما حقق هذه التوقعات أو الهدف المنشود فنحن نقدر نطلع بهذه المبادرة ونعملها اعتمادا علينا يعني كمنطقة عربية ولكن لا يضير أن نحن يكون في تعاون مع الأقاليم الأخرى تعاون حتى مع الأمم المتحدة ولكن تكون المبادرة منطلقة من المنطقة العربية بحيث أنها تكون تحت الإشراف وتحت التخطيط وتحت كل ما يتعلق بالجانب العربي دكتور عبد المتاح هذه الفكرة من خلال خبرتك في المنظومة الدولية وآلية استوار الغرات هل ممكن تحقق على أرض الواقع وشين الآلية بشكل سريع يعني المؤتمرات ومنها مؤتمرات المانحين كما ذكرت سعادة الشيخة قد لا تحقق الهدف المنشود بنسبة يمكن إلا 10% أو 20% أو 30% في أغلب الأحيان نعم هي مفيدة لتسليط ضوء نعم هي مفيدة للحديث عن القضية وعن الإشكالية لكن بعد أن تختفي الأضواء وينتهي المؤتمر تبدأ تحديات تنفيذ هذه الوعود والتعهدات على الأرض نحن نحتاج عربيا أن تكون لدينا صيغة وآلية تشتغل على الإجراءات الاستباقية لما يسمى بآليات الإنذار المبكر وهو التدخل السريع في حالة مثلا الكوارث بشكل رئيسي وأيضا تكون على عدة مستويات لأن طبيعة الكوارث في منطقتنا العربية هي ليست نوعا واحدا وصفة واحدة لدينا خبراء عرب لديهم دراسات لديهم إحصاءات ما هي النقطة التي سيصبح فيها هناك إمكانية زلزال وكيف يمكن أن تكون هناك آليات إمذار مبكر إلى آخر هذه تحتاج إلى مؤتمرات الجانب الأكاديمي يمكن أن يساهم القطاع الخاص يمكن أن يساهم المؤتمرات لا ينبغي أن تكون نخبوية فقط محصورة على مسؤولين دبلوماسيين وحكوميين يجب أن تكون واسعة وموسعة النطاق كي تسمح بدخول أفكار جديدة ما فيه عنصر الشباب والمرأة وغيرهم كي يسهموا بأفكار جديدة وابتكارية وابتعية إن شاء الله نلتقي في حلقة مقبلة يكون هذا الهدف تحقق ونصلط الضوء على عمل عربي في هذا العمل الإنساني مستقل له آليات الخاصة هو يكون سريع في التأثير مواجهة هذه الكوارث الإنسانية مشاهدينا إلى هنا تنتهي حلقة الليلة من برنامج خليج العرب أشكر ضيوفي في الستيديو والشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص للأمير العام لجامعة الدول العربية لشؤون لغاية الإنسانية والدكتور عبد الفتاح محمد أستاذ اشتركوا في القناة